بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبة هذه الحقيقة صورة مبهرة هي أول صورة يلتقطها مرصد جيم سويب الفضائي الذي تم إطلاقه مؤخرا طبعا هذا المرصد يعتبر من أقوى المراصد الفلكية التي تم إطلاقها حتى الآن وتم بالتعاون بين وكالة ناسا الأمريكية ووكالة فضائي الأوروبية وتم إنفاق الملايين وآلاف من المهندسين والمصممين والعلماء عملوا على هذا المرصد ليعطينا صورة كونية وكأنك تقف أمام الكون دعوني أتأمل معكم الصورة التي أطلقتها وكالة ناسا بتاريخ 12-7-2022 أي حديثا جدا ونتأمل كيف ظهر فيها ما يشبه الجبال الكونية المنحدرات الكونية الوديان الكونية مشهد بالفعل يعني يخشع له القلب انظروا أحبة في الله معي إلى هذه الصورة وسبحوا الخالق تبارك وتعالى نرى أمامنا أيها الأحبة هذه الصورة التي تم إطلاقها مؤخرا انظروا كيف تظهر النجوم المتلألئة هنا في الأعلى ويظهر ما يشبه الجبل انظروا هنا ما يشبه الجبال وهنا منحدر سبحان الله وكأنك طبعا هذا السديم يدعى سديم كارينة وطبعا هذه تقول وكالة ناسا من أرواع المناظر الطبيعية التي تشبه الجبال والوديان المليئة بالنجوم والمتلألئة وهي في الواقع حافة صغيرة جدا لمنطقة تتشكل فيها النجوم فهي شابة يعني هذه المنطقة شابة وتم التقاط هذه الصورة بواسطة الأشعة تحت الحمراء وتكشف لأول مرة مناطق غير مرئية لأن لم نتمكن من رؤيتها من قبل هذه المناطق تنشأ فيها النجوم أو تولد فيها النجوم يعني هناك مناطق أيها الأحبة هي مصانع للنجوم تتشكل فيها النجوم من الغبار الكوني سبحان الله هذا الإبداع الإلهي أيها الأحبة هل يستطيع ملحد أن يقول جاء بالمصادفة هذه الألوان الزاهية التي نراها أمامنا هذه الدقة في توزع النجوم وتوزع يعني هذا الغبار الكوني وهذه الأجسام الكونية هل يستطيع إنسان أن يقول جاءت هكذا عبثا نتيجة فوضى دعوني أتابع معكم تأمل هذه الصورة والتفكر فيها لأن التفكر هو جزء من ديننا أيها الأحبة انتبهوا الإسلام ليس فيه كهنوت مثل بقية الأديان يعني إيمان أعمى لا يوجد لدينا نحن لدينا عقل ولدينا تفكير وأمرنا الله أن نبني إيماننا على منطق علمي وعلى العقل لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فالتفكر هو من أعظم العبادات بالنسبة للمؤمن على عكس بقية الأديان التي تأمره أن يؤمن إيمان أعمى هكذا افعل أو لا تفعل فقط لا لا لدينا في الإسلام التفكر واستخدام المنطق العلمي انظروا إلى هذه الصورة أيها الأحبة معي وسبحان الله يعني كيف أن هذا الغبار الكوني هو مصنع للنجوم يحتضن يعني مثل حضانات نجمية ناشية رحم رحم يتم تصنيع النجوم فيه بشكل رائع جدا وبصورة شديدة التنظيم إذن هنا النجوم التي نراها هي نجوم شابة وطبعا هذه السحب المغبرة هي في الحقيقة دخان كوني فيها دقة رائعة فيها دقة شديدة وهذا الكلام لوكالة ناسا طبعا يعني هم من يقول هذا الكلام أيها الأحبة طبعا أيها الأحبة وكالة ناسا تقول يعني هذه الصورة أظهرت للمرة الأولى أن عملية تصنيع النجوم ليست عشوائية يعني هناك مناطق نراها مضطربة لا يحدث فيها تشكل للنجوم أو ولادة للنجوم وهناك مناطق شديدة التنظيم والدقة يتم فيها تخليق النجوم يقول العلماء أن هذا يعطيك فكرة عن مدى الدقة تماما مثل تصنيع أو خلق الجنين عملية خلق الجنين أحبتي في الله عملية دقيقة جدا تحتاج إلى آلاف الظروف البيئية المحيطة لكي تتم عملية تخليق جنين ناجحة كذلك في النجوم لاحظوا نفس الشيء أن هناك عوامل ليست مصادفة أو ليست عشوائية وهذا الكلام باعتراف العلماء اليوم وهذه ستكون ضربة قاصمة بالنسبة للملحدين الذين يقولون أن الكون عبارة عن مجموعة من الذرات والغبار وهكذا تتشكل عشوائيا وتتطور عشوائيا لا لا يا أحبة في الله الذي ينظر في هذه الصورة الكونية يرى شيء مختلف تماما يعني على سبيل المثال يقولون أن هذه السحب العملاقة من الغاز والغبار أيضا تتطور بشكل شديد التنظيم وهناك رياح عنيفة ذات طاقة عالية موجودة داخل هذا السديم وحتى الآن العلماء لا يعرفون الكثير عن هذه النجوم والطريقة الدقيقة لتخلقها أو لتطورها أو لولادتها نجد أنه ليست كل المناطق تولد نجوما هناك مناطق محددة ولها نظام محدد وهذا ما يحاول العلماء اكتشافه الآن طبعا نحن هذه الصورة التي نراها أمامنا تبعد بحدود 7600 سنة ضوئية يعني نحن نرى شكل هذا السديم ليس الآن انتبهوا أيها الأحبة نرى شكل هذه النجوم وولادة هذه النجوم قبل 7600 سنة لأن الضوء استغرق حتى يصل إلينا 7600 سنة إذن هذه النجوم الآن نحن لا نعلم على وجه الدقة أين هي وهذا السديم بالضبط نحن لا نعلم أين هو بالضبط نحن نرى شكله أو موقعه قبل ألاف السنين طيب هنا أنا يجب أن أتوقف هناك إشارة قرآنية رائعة جدا الله تبارك وتعالى لم يقل في كتابه العظيم فلا أقسم بالنجوم قال سبحانه وتعالى في سورة الواقع فلا أقسم بمواقع النجوم بمواقع المواقع الحقيقية الله أقسم بها التي نحن لا نعلمها وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم طيب انتبهوا أيها الأحبة في ذلك الزمن قبل 1400 سنة لم يكن أحد يتخيل أن يرى مثل هذه الصورة الناس كانوا يظنون أن النجوم ثابتة أو بعض الناس يظنون أنها تدور حول الأرض مثلا والأرض ثابتة ولكن لم يكن لدى أحد تصور عن سرعة الضوء أو أن هذه النجوم التي تبعد آلاف السنوات الضوئية عنها أن ضوءها يستغرق آلاف السنوات حتى يصل لنراها وأننا نرى شكلها في الماضي وليس الآن نرى شكلها قبل آلاف السنين فالموقع الحقيقي لا أحد يعلمه على وجه الدقة العلماء يتنبؤون طبعا ولكن على وجه الدقة لا أحد يعلمه لذلك القرآن قال فلا أقسم بمواقع النجوم يعني لا أقسم لأن الحقيقة واضحة أمامنا اليوم أيها الأحبة يعني اليوم أصبحت هذه الأرقام والحسابات وهذه الصور نحن نراها بأعيننا فلا داعي للقسم ليس هناك داعي القسم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم ولو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم فالذي حدثنا عن مواقع للنجوم هو الذي أنزل هذا القرآن لأنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بوجود مواقع للنجوم مواقع حقيقية وأن كل ما نراه هو وهم هو تم في الماضي لأن أقرب نجم إلينا أيها الأحبة يبعد أكثر من أربع سنوات ضوئية يعني نحن نراه قبل أكثر من أربع سنوات لا نستطيع حتى الشمس نراها قبل ثماني دقائق لأن هناك ثماني دقائق ضوئية بعد الشمس عنا مية وخمسين مليون كيلومتر فنراها قبل ثماني دقائق لا نستطيع أن نراها بنفس اللحظة وبالتالي تصوروا لو أن هناك مجرة تبعد عننا مثلا ألف مليون سنوات ضوئية فنحن نرى شكلها قبل ألف مليون سنوات ربما زالت ربما تغير شكلها ربما أصبحت في مكان آخر إذن المواقع الحقيقية للنجوم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى يقول العلماء أيها الأحبة إن النجوم تتكاثر وتولد بمرور الوقت وطريقة تشكل النجوم طريقة معقدة جدا لأن هناك تيارات شديدة من الغاز والدخان والغبار الكوني تندفع بشدة فأثناء تشكل النجم غالبا ما يفشل تشكل النجم يعني القضية لو كانت عشوائية أو حسب المصادفة كان من المفروض أن تتشكل أعداد أكبر بكثير من النجوم أو أن لا يتشكل شيء ستنهار على نفسها ولكن نرى ضمن هذا السديم أن هناك مناطق شديدة التنظيم والدقة تساعد النجم على أن يلد ويتشكل وينجح تنجح هذه العملية عملية تصنيع النجوم وهناك مناطق تحاول النجوم أن تتشكل وتفشل مثل تماما الجنين الذي يجهد نتيجة لأسباب متعددة كذلك النجوم تجهد سبحان الله يعني أنا هنا أود أن أتوقف معكم أيها الأحبة لأقول إن الله سبحانه وتعالى بصمة الإله واحدة يعني الأشياء التي نراها هنا على الأرض ولادة البشر مثلا ولادة الحيوانات الكائنات الحية نجد أن هناك ظروف دقيقة تحكم عملية نجاح تخليق أي جنين كذلك في الكون يجب أن تتحقق ظروف شديدة الدقة لتخليق أو لتصنيع النجم بشكل ناجح وبالتالي كأن أو هو كذلك طبعا أنا أخاطب الآن المشككين والملحدين يعني هذا يشهد على أن الصانع واحد بصمته واحدة سبحانه وتعالى نفس القوانين ونفس الأنظمة في الكون نجدها على الأرض أمامنا فهذا يقودني أنا كإنسان أستخدم عقلي طبعا أن أقول الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وعندما أرى مثل هذه الوديان الكونية التي تمتد لمليارات الكيلومترات طبعا يعني أرضنا لو وضعناها ضمن هذا السديم لن نراها طبعا لا ترى ستتحول إلى ذرة صغيرة مليارات الكيلومترات من الوديان والمنحدرات الشديدة والجبال وكذا هذا يشهد على دقة وإتقان الصناعة صناعة متقنة أيها الأحبة لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا قال عندما تحدث عن الجبال على الأرض وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعله بالفعل هذا الإله العظيم الذي حدثنا عن دقائق الأمور ودقائق الكون وحركة الجبال وهذا النظام الكوني لابد أنه يعلم ما نفعل وخبيرهم بأدق الأمور التي نفعلها لذلك أيها الأحبة مثل هذه الصور الكونية تدعوني أنا كإنسان كما قلت لكم إنسان أستخدم عقلي إنسان أفكر بمنهج علمي أن أقول فعلا هناك إله عظيم خالق مقدر صانع متقن صنع الله الذي أتقن كل شيء وأن هذا الإله يستحق العبادة وأن ما جاء في القرآن هو الحق لأن كل آيات القرآن أيها الأحبة إذا قرأناها نجد أنها تتفق بنسبة مئة بالمئة مع الحقائق العلمية وليس مع النظريات والفرضيات لا مع الحقائق العلمية لذلك الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا أن نتفكر في الكون ونبينا كان يتفكر في السماء عليه الصلاة والسلام ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتفكرين الطائعين له وأن يرضى عنا وعنكم جميعا وأن يكون هذا التفكر هو وسيلة للوصول إلى الله ومرضاته سبحانه وتعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته